بسم الله الرحمن الرحيم ونستعد لي تصفح كتاب جديد وبطولات أخرى وإنجازات أخرى يا رب بإذن الله مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية الاستعداد لدور أبطال إفريقيا وانطلاق دور المجموعات إن شاء الله يوم السبت المقبل أولى المباريات مع النادي الأهلي في لقاء الجولة ألا الثانية في دور أبطال إفريقيا مع الهلال السوداني في ألا السودان طبعا يوفى النادي الأهلي إن شاء الله في افتتاحية دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا وكمان هيبقى الفترة الجاية فيها مباريات تمحلية مع مباريات إفريقية داخلين في زحمة مطشاط بنتكلم في سبع مطشاط خلال واحد وعشرين يوم خلال الفترة اللي جاية لكن نبدأ حلقتنا النهاردة ونبدأ نتكلم عن المرحلة الجاية والنهاردة عندنا كواليس وموضوعات مهمة جدا وكمان محتاجين نبني على بعض المواقف اللي تمت في كأس العالم للأندال لأن الفترة اللي جاية أكيد محتاجة تضافر كل الجهود من أجل استعادة اللقب الإفريقي وأيضا استعادة اللقب المحلي ونشوف أهم الإيجاريات والكمان السلبيات اللي ممكن نستفيد بيها في كأس العالم للأندية عشان نبني عليها خلال الفترة اللي جاية نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة والسؤال اللي علاقة بالمضمون الكلام اللي اتكلمت فيه عايز أعرف كيف استفاد الأهل فنيا من المشاركة في كأس العالم للأندية شاركوا معنا وكل واحد يشارك ويقول رأيه في كيف استفاد الأهل من المشاركة في كأس العالم للأندية من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة خيرها أستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي بعشة الأهلي تصل القاهرة الليلة وكمان الفريق يبدأ الاستعداد للهلال السلساء وأخيرا تقارير تشير إلى رحيل صلاح من ليفربول هو كان عام صعب جدا على صلاحه وعلى ليفربول في جميع المستويات سواء النتائج في الدورة الإنجليزية أو حتى في دورة أبطال أوروبا وعندهم مهمة شقة جدا خلال الأهام القادمة في الأدوار النهائية للشامبيونز ليج طيب نروح لإستعراض مباريات اليوم والنهاردة الجولة الأولى في مباريات تاكاس الكونفيدرالية الساعة ستة أسكو كارا بطل لاتوجو هيستضيف فيوتشر والساعة تسعة بيرامدز على ستاة الدفاع الجو بيستضيف الجيش الملكي المغربي مباريات اليوم في الدورة الإنجليزية يمكن في هذه الأثناء انطلقت مباراة تاليتزي يونيتد ومانشستر يونيتد والساعة ستة ونص منشستر سيتي بيستضيف أستون فيلا طيب نروح لمباراة اليوم في الدورة الأسباني وانتهت منذ قليل مباراة ختافي ورايو فاليكانو بالتعادل الإيجابي واحد واحد والساعة خمسة وربع السلطة فيجو يستضيف أتليتكو مدريد الساعة سبعة ونصف بلد الوليد بيستضيف أساسونا والساعة العاشرة من مساء اليوم فياريال بيستضيف بارشلون دي كانت تجولة سريعة في المباراة الإفريقية والدوريات الأوروبية نخرج لفصل وبعد الفصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات ولكن بعد الفصل أهلا بحضركم من جديد والحديث عن مباراة الأهل وفلامينجو وختم كأس العالم للأندية وكمان نشوف مع بعض الاستحقاقات وما هو قادم بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية يمكن المشاركة في كأس العالم للأندية هذه المرة لم تكن لها أي ترتيبات يمكن جات المشاركة بشكل مفاجئ وبصورة مفاجئة والنادي الأهلي الحمد لله كان على قدر الحدث في هذه المشاركة وقد من أفضل وأمتع مباراة بطولة كأس العالم للأندية بالمقارنة بالبطولات السابقة يمكن على مستوى الترتيب والنتائج قد يكون هناك تراجع في المشاركة في هذه البطولة عن البطولة السابقة أو البطولة قبل السابقة لأن البطولتين اللي فاتوا وكان الهالمعال ميداليا البرونزية المنراضي الأهلي مع المركز الرابع أو اختتم البطولة في المركز الرابع رابع العالم في كأس العالم للأندية ولكن لما تيجي تد過س بقى على الشكل العام للمشاركة والأرقام اللي الأهلي حققها في هذه البطولة نقدر نقول ان الاهلي السنة دي قدم مستوى فني افضل كتير جدا من البطولة السابقة والبطولة القبل الماضية اللي اقيمها سواء في الدوحة او في ابو ظبي ويمكن من النقاط الايجابية اللي انا شايفها في كولر ويمكن معظم جماهرين النادي الاهلي ان الاهلي بيقدم كرة هجومية ان الاهلي بينزل مش خايف من اي حد الاهلي بينزل وبيلعب مش راهب اي فرقة وجمهور الاهلي لما نزل وكتب يفطة كبيرة في ملعب مولاي عبدالله في الرباط النادي الاهلي كبير افريقيا وكبير العرب لا يهب احد وبالفعل كولر كشخصية وكمسؤول على رأس الادارة الفنية للنادي الاهلي مدرب بيقدر يفرد شخصيته على الفرق اللي بيواجهها ايا كانت المدارس القروية يمكن من النقاط الايجابية برضو اللي احنا شفناها في البطولة دي ولو انت فكرت انك تعمل دورة ودية حتى وتصرف عليها مليارات مش هتقدر تجمع كل المدارس دي في اقل من عشر ايام بتلاعب بطل قارة اوكيانوسيا بتلاعب بطل قارة الكونكا كاف بعد كده راح تلاعب بطل اوروبا وقيمة ومكانة ريال مدريد حتى على المستوى العالمي كبيرة جدا مش فكرة انه بطل اوروبا بس كمان بتلاعب بطل امريكا الجنوبية وبطل البرازيل فلمينجو لما له من تاريخ واسم وامكانيات كبيرة جدا وعنده لاعبين على اعلى مستوى يمكن لعبه في افضل واكبر الاندية والدوريات الاوروبية في السنوات الاخيرة فعلى المستوى الفن انت لعبت مباراة قوية وفي وقت قياسي وفي زمن صغير جدا ويعتبر انت الفريق الوحيد اللي لعبت الاربع مباريات في البطولة في 11 يوم بالاضافة لده لعبت وفردت شخصيتك في مباراة الريال وفي مباراة فلمينجو ولكن بعض النقاط والتفاصيل قد تكون صغيرة او بسيطة ولكن نتائجها ممكن تنعاكس سلبا عليك اذا ما استفدتش بيها خلال الفترة اللي جاية مهم جدا بقى جهاز الفن مجرد ما يصل الليلة الى القاهرة يمكن في هذه اللحظات انا معاكم الطيارة الحمد لله يمكن في الطريق حاليا من مطار طنجة الى مطار القاهرة الدولي تصل الليلة ان شاء الله حوال الساعة 10 ونصف من مسائل لليوم عشان يبدأ الجهاز الفني بقى يحضر ويفكر للفترة اللي جاية وانا واثق مليون في المية ان بعض التفاصيل اللي فيها نقاط قد تكون سلبية في كاس العالم الاندية الجهاز الفني هيشتغل عليها بشكل جيد جدا في مباراة تدوري ابطال افريقي اهدار الفرص ثانيها اه التركيز في اللحظات الاخيرة وفي الجزء الاخير من المباريات وسالسا وهو الاهم يعني قدر الامكان اه التقليل من الاخطاء اللي ممكن تؤثر على النتائج في المباريات في الفترة اللي جاية لان انت في وقت طويل جدا بتبقى راكب الجيم بلغة الكورة ومقدم كورة هجومية على اعلى مستوى وبتوصل للمرمى المنافس بالعشر والحداشر والتلاتاشر مرة في المباراة وانت بتلعب الريال او بتلعب فيلمينجو على فكرة يعني انا شو بقول عدد الفرص ده وانت بتلعب اوكلاند سيتي لا ده انت بالعكس في مباراة الريال يمكن وصلت للمرمى وعملت كم فرص اكتر من فريق ريال مدريد خدت يمكن تمانية كورنر بالمقابر باربع ركنيات فقط لفريق الريال نفس الامر في مباراة فيلمينجو كنت متقدم اثنين واحد ورجعت في النتيجة من واحد سفر الاثنين واحد وكنت ممكن تجيب الهدف التالت وتالت المباراة ولكن يعني هدف محمد شريف او فرصة محمد شريف يمكن كان لها دور كبير جدا ان النتيجة والاداء في المباراة تضغير ولكن هي من النقاط اللي ممكن تستفيد بيها خلال الفترة اللي جاي وعندك مباراة الهلال السوداني ودي رسالة الجمهور النادي الاهلي مشاركتك في كأس العالم للاندية ومشاركتك في البطولة فيها ايجابيات وفيها سلبيات ولكن لو نظرت ونظرة من بعيد شوية وبعد فترة من نهاية المباراة فترة هدوء هتلاقوا اني في ايجابيات كتيرة جدا انا مش متكلم بس على الجانب المادي ده الجانب المادي الاهلي كاسبان فيه بنسبة مليون في المية مش مية في المية ولكن على الجانب الفني كولر لعب كل الفريق معاه مع ده محمد فخر ومحمد اشرف غير في مراكز اللعيبة عمل روتيشن في الاربع مباريات ولعب باكتر من تشكيل فيه مرونة وفيه تاكتيك معين بيلعبه كولر مع الاهلي في الفترة الاخيرة ممكن باربعة اتنين تلاتة واحد ممكن اربعة تلاتة تلاتة ممكن اربعة واحد اربعة واحد فالرجل عنده مرونة تاكتيكية على اعلى مستوى ولكن الجزء المهم اللي ممكن نبنى عليه الفترة اللي جاية الاخطاء اللي حصلت ازاي نعالجها ولو البطولة دي بطولة ودية مثلا وعايز تجمع فرق عشان تستعد لبطولة افريقيا والله ما كنت عتلاقي افضل استعداد زي الاستعداد في كأس العالم ما للانديه ايضا كمان نفس الامر لكولر محتاج اكيد الفترة الجاية شوف بقى بعد النواقص اللي عنده التغييرات ممكن تبقى بدري المراكز اللي ممكن اللعيبة تلعب فيها في الفترة اللي جاية مين كان لعب في المركز ده والافضل يلعب في المركز تاني مين اللي تقلق في المركز ده وياخد دفعة قوية جدا في الفترة اللي جاية البطولة دي من افضل البطولات اللي لعب فيها محمد عبد المنعم محمد هاني حسين الشحات ادوا اداء رائع جدا على مدار البطولة فان شاء الله بإذن الله مع مباراة الهلال السوداني تكون بداية وانطلاقة قوية طيب ده على الجانب الفني والكلام ده مش كلامي بس ده النهاردة انا بقول لكم وجهات النظر والتقييم من خلال الصحف العالمية اللي تتكلم على الاهلي بالمنظور بالمشاركة في الاربع مطشط للفترة اللي جاي طيب الجانب المادي ودي معلومة بقى وانتم متعودين دايما مننا بتاخدوا مننا المعلومات والصابق دايما في اي اخبار تخص النادي الاهلي احنا النهاردة بنتكلم في 12 فبراير الاتحاد الدولي في اليوم الاخير من المشاركة في كاس العالم للاندية اخطر وبلغ كل الاندية لشاركة في البطولة انه بحد اقصى يوم 18 فبراير يعني بنتكلم يوم السبت اللي جاي كحد اقصى تبعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي مكتوف فيه المشاركة في هذه البطولة والمركز اللي حققته وفي نفس الوقت كمان تقول للفيفا الحساب البنكي اللي المفروض الجايزة بتاعتك هيتم تحويلها عليه وبالتالي قبل يوم السبت اللي جاي وهو الحد الاقصى اللي حدده الفيفا النادي الاهلي هيرسل الخطاب البنكي الخاص به حساب النادي الاهلي عشان يتم تحويل عليه جايزة المركز الرابع اتنين مليون دولار اعتقد في ظل العملة الصعبة والامكانيات المادية والاستحقاقات اللي مقبل عليها النادي الاهلي المشاركة في هذه البطولة جات في توقيت مناسب جدا عشان يقدر النادي الاهلي يصرف على كل القطاع الكورة خلال الفترة الجاية عشان يستعد لغمار منافسات دوري ابطال افقي عندك مباراة الهلال ثم مباراة الساندونز بعد كده عندك القطن الكاميروني المباراة المؤجلة من الجولة الاولى ثم تسافر تلعب مع ساندونز وبعد كده عندك الهلال وتختتم المباريات مع القطن الكاميروني خلال الفترة اللي جاية دي كانت ابرز الاخبار والكلام المهم اللي لازم نقوله في التوقيت الحالي عقب ختام منافسات كأس العالم الأندية وعودة البعثة اليوم والاستعداد يوم السبت الجاي لمباراة الهلال السوداني نخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا ايضا معلومات واغبار مهمة عن النادي الأهل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن زي ما قلت لحضراتكم الفريق الحمد لله يمكن في هذه اللحظات سافر من مطار رطنجة وبإذن الله يصل مساء الليل حوالي الساعة عشر ونص إلى مطار القاهرة الدولي عشان يبدأ بقى الاستعداد للمرحلة اللي جاية المرحلة الجاية هتبقى ازاي؟ نهارده بنتكلم في يوم الأحد الفريق أخد أجازة وراحة سلبية يوم الاثنين والثلاث يعني النهارده الفريق اتمرن الصبح على فكرة فيه الفند والإقامة كان فيه تدريب خفيف كده لمعظم اللعبة اللي شاركت في مورات الأمس وعمل تدريب بدني برضو بس خفيف فيه فند والإقامة لباقي أفراد الفريق بعد كده كان فيه وجبة فطار بعد كده كان فيه وجبة غدا حوالي الساعة ثلاثة وبعدها كان التحرك لمطار رتنجة والطهارات حركت حوالي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة توصل القاهرة إن شاء الله حوالي الساعة عشر ونص طيب بكرة الاثنين والثلاث هيبقى فيه أجازة وراحة سلبية أكيد الفريق محتاج راحة سلبية بنتكلم في يومين ثلاثة على أقل بعد ضغط 11 يوم أربع مباريات مع مدارس قروية مختلفة فالفريق ربنا يكون فعون اللاعبين محتاجين أجازة وراحة سلبية اليومين الجايين طيب إمدى الفريق يبدأ استعداداته الفريق هيستاني في تدريباته صباح يوم الأربعاء على ملعب مختار التيتش بالجزيرة وفي قصة ملعب التيتش هارجع على حضراتكم لأنه عندي معلومة مهمة جدا لأنه النهاردة أنا شايف في السوشيال ميديا بتتكلم في التفاصيل كتير ويمكن كل الكلام اللي بيكتب في السوشيال ميديا بخصوص ملعب التيتش كلها غلط وعكشف عن مفاجأة الناس لأول مرة هتسمحها من خلال برنامج الترينت طيب إبقى بالتالي الفريق هيستاني في تدريباته صباح يوم الأربع استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل طيب الفريق هيتمرن الأربع في القاهرة هيسافر يوم الخميس السفر يوم الخميس المقبل إلى السودان وهيبقى فيه تدريب إن شاء الله يوم الخميس وتدريب على ملعب المباراة يوم الجمعة الساعة 3 العصر والمباراة يوم السبت الساعة 3 مع الهلال السوداني في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كلنا عارفين كمان بعد مباراة الهلال هنرجع ما فيش وقت للراحة ما فيش وقت انك تفكر بس تبص المين أو شمال عندك مباراة بعدها على طول بـ 72 ساعة فين؟ في أسوان طيب ولا هيعمل إيه؟ على طول الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الإداري استعدوا بشكل جيد لهذه المباراة وبحثة الفريق قررت إن هي بعد ما تخود مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل هترجع من السودان إلى أسوان ما فيش عودة إلى القاهرة لا هترجع من السودان إلى أسوان فبالتالي هتلعب في السودان يوم السبت ترجع بالليل تبقى عامل معسكر مغلق وموجود في فندو الإقامة في أسوان يوم السبت بالليل آه الحمد لله المسافات قريبة وكلنا عارفين إن السفر من القاهرة للسودان ما بيخدش حوالي ساعة ونص ساعتين وترجع من السودان على أسوان الطيارة يدوبك ساعة هي طيارة خاصة هتبقى معاك فترجع على أسوان وتستعد بقى وإنت موجود في أسوان يوم الحد والاتنين لمباراة التلات على فكرة برضه أتخلص مباراة أسوان يوم خمسة وعشرين فبراير في ملعب السلام في دوري أبطال إفريقيا وزا ما قلت الفترة اللي جاية للأسف يعني للأسف إدارة المسابقات في الربطة بدل ما تفكر في حلول جزرية بخصوص جدول الدوري وعارض أنديت الدوري في الفترة اللي جاية والكلام ده بيحصل بقاله سنة وسنتين محدش بيفكر في كده الأهلي بيشارك في كاس عالم عنده ضغط كبير جدا في دوري أبطال إفريقيا اضغط الأهلي على قد ما تقدر عشان فكرة انهاء الدوري في شهر ستة في شهر سبعة ونرجع تاني كل سنة نفس الموال ما فيش أي جديد طالما ما حدش بيفكر إزاي يغير شكل الجدول وإزاي يغير شكل الدوري بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وأتمنى يا رب بإذن الله ما يكونش فيه جهاد وضغط عصبي كبير جدا على الفريق الفترة اللي جاية وده الجزء النهاردة اللي كانت انساء ربط الحفيز في تصراحاته كان ألأى منه الإصابات اللي ممكن يتعرض لها يتعرض لها اللعيبة خلال الفترة اللي جاية وضغط المنشاط اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة عايز أختم بها الجزئية دي قبل ما أطلع للفاصل وهاية متعلقة بملعب التتش لأن الناس بتتكلم بدون معلومة وما عندهاش تفاصيل الأخبار الرسمية اللي جاية إن الفريق لما يرجع ويستاني في تدريباته ويستاني في تدريباته يوم اللي أربع اللي جاي في ملعب التتش يبقى فكرة إن ملعب التتش مغلق للصيانة والتدريب هيكون في مدينة نصر وإن ملعب التتش محتاج شغل كتير كالعادة للأسف الأخبار دي كلها بتبقى غلط وبحس دايما إن الناس عايزة تصدر صورة سلبية على ملعب ليه تاريخ كبير جدا في الرياضة المصرية وفي القرى المصرية وفي النادي الأهلي وملعب مختار التتش لا هسمع أمور فنية من المسؤولين مثلا عن صيانة الملعب عشان الناس ما تقولش اللي احنا بندافع عن نفسنا لا فاكريني الشركة الإيطالية اللي جات زارة مصر وكانت ليها زيارة خاصة للنادي الأهلي عشان تشوف مرافق قطاع الكرة في النادي الأهلي هل حد فكر يسأل أو يتواصل مع الشركة الإيطالية عشان يعرف انطبعاتهم عن مرافق القطاع في النادي الأهلي واللي كان أبرزها مثلا ملعب التتش يمكن الشركة الإيطالية بعد الصفر من القاهرة لفت في العديد من الدول الإفريقية وهم اليومين دول أو في الساعات الحالية المفروض موجودين في جنوب إفريقيا عشان يشوفوا مرافق سانداونز عشان الاستعداد لانطلاق دوري السوبر طيب أنا على المستوى الشخصي قدرت أتواصل مع أحد المسؤولين في الشركة الإيطالية ولو حد خد باله إن الشركة كانت ممثلة في حوالي أربع خمس أفراد كل واحد كان ليه دور أحد الأفراد اللي كانوا موجودين دوره كان أرضية الملعب وأرضية ملعب التدريب زار استاد القاهرة ودى كنفيرم على إن استاد القاهرة هيستضيف مباراة الأهلي في دور السوبر وزار ملعب التتش وقال كمان ودى كنفيرم على إن أرضية ملعب التتش تكون ملعب تدريب رسمي للنادي الأهلي والفرق المضيفة اللي ممكن تيجي كمان تلعب مع الأهلي لو حابت تتدرب على ملعب التتش قبل مواجهة الأهلي في دور السوبر ملعب التتش ناس قالت إن محتاج من أربع إلى ست شهور للصيانة المفاجأة إن لما سألت وأنا مش عقولي الجنسية عشان الناس ما تعرفش مين اللي كان تحديدا موجود في الشركة الإيطالية اللي مسؤول عن جزئية الملعب ولكن هذا الشخص كان موجود في 2019 ودى كنفيرم على ملعب مصر في كاس الأهم الإفريقية وكان شغال مع الاتحاد الإفريقي هل ملعب التتش ممكن يحتاج صيانة بالست شهور وبالتلات شهور؟ الملعب التتش بالزبط واحد وعشرين يوم إذا كنت عايز توصل لدرجة معينة من النجيلة اللي تتلاعب عليها دلوقتي مباريات كأس العالم نحتاج بالزبط واحد وعشرين يوم وبالتالي كل الكلام اللي بيكتب في السوشيال ميديا غلط ملعب التتش إذا فكرت إنك تعمل تطوير وصيانة وإن أرضية الملعب تبقى مضاهية لملعب التدريب تبقى لمعايير الفيفا اللي بتتلاعب عليها تدريبات ومباريات كأس العالم بالزبط يحتاج واحد وعشرين يوم ليس هناك فكرة بقى الانتقال إلى مدينة ناصرة الانتقال إلى الشيخ زايد الملعب محتاج يتفور من أول وجديد الأرضية محتاجة ست شهور والله العظيم كل الكلام ده غلط وبكلام وبمعلومات رسمية وموثقة من مسؤولين عن أرضية الملعب لدور السوبر واحد وعشرين يوم عموما مع قرب مشاركة الآله في دور السوبر أكيد هتشوفه ترتيبات معينة بالنسبة لمرعب التتش وبالنسبة لمرافق قطاع الكرة اللي خدت موافقة رسمية على مشاركة الآله في دور السوبر الإفريقي خلال الفترة اللي جاي آخر حاجة معايا وهو قرار متعلق بإعادة تشكيل لجنة الانضباط من اتحاد الكرة مجلس دارة الاتحاد المصر لكرة القدم في اجتماعه صباح اليوم الأحد قرر برئاسة الأستاذ جمال علام اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد برئاسة المستشار عزة سيد عبدالعزيز خميس وهو مساعد وزير العدل السابق واللجنة بتضم اللجنة اللي بترأسها المستشار عزة خميس كل من المستشار محمد شيرين فهمي عبدالحميد ودع نائب للرئيس والمستشار عصام الدين أحمد محمد فريد وكان رئيس محكمة استيناف القاهرة اللي سابق المستشار إهاب السيد عبدالمطلب عثمان والمستشار عزة أبو زيد عبدالعزيز سلام يكونوا أعضاء في لجنة الانضباط خلال الفترة اللي جاية بعد استقالة اللجنة السابقة نتيجة طبعا خروج أحد المسؤولين عن النص في الفترة السابق نتمنى يا رب اللجنة تبدأ تشتغل وتمارس مهام عملها أنا طبعا مش قدام اللايحة عشان أعرف هل يحق للاتحاد أنه هو يعيد تشكيل اللجنة ولا هل اللجنة محتاجة جماعية عمومية عشان يتم انتخابها من الجمعية العمومية للاتحاد الجزء القانوني ده مش حاضر قدامي دلوقتي لكن أكيد خلال حلقات الجاية أنا أعرف مدى قانونية قرار الاتحاد لكن مهم جدا جدا الفترة جاية تكون فيه لجنة انضباط وكمان موجود في لجنة استيناف ويكون كمان موجود لجنة قيم وأخلاق طبقا للتعليمات اللي موجودة في لحة النظام الأساسي للفيفا وللاتحاد المصري وكمان نتمنى يكون فيه لجنة فضل منازعات خلال الفترة اللي جاي دي كانت أبرز الأخبار اللي معنا نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف تريند الأهلي والسوشيال ميديا اللي كتبت فيه عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضركم من جديد وتريند الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي بعد القاءة فلمينجو والاستعداد للمرحلة اللي جاي المرح كانت فيه رسالة مهمة جدا من خلال الأكاونت الرسمي لمارسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي وذلك من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك يمكن نشر صورة له وهو بيحيي جمهور النادي الأهلي وكتب عليها شكرا لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية وكتب الرسالة باللغة العربية وباللغة الألمانية كولر من المدربين اللي دخلوا بسرعة قلوب كل الأهلوية وطبعا من حسن حظه البداية والانطلاقة كانت أمام الزمالك فالبداية كانت كويسة وبطولة وانتصار في لقاء الدربي على المنافس التقليدي ولكن مع توالي المباريات و22 مباراة بدون خسارة مع الأداء المميز في كأس العالم للأندية تحديدا أمام الريال أو فلمينجو رغم بعض التفاصيل والأخطاء البسيطة ولكن الراجل دخل قلوب الأهلوية لأنه واقعي بيتكلم بصراحة حتى رغم إدار الفرص كان واقعي وقال جملة مهمة جدا لما تضيع فرص في توقيت زي ده وفي بطولة زي دي صعب جدا أنك ترجع لأن المنافسة اللي انت بتلعب فيها مش محتاجة مساحة أنك تضيع فرص فالرجل حتى لا تكلم على التوفيق والاجتهاد لا تكلم في صاميم العمل وتكلم بشكل فني رائع جدا فعشان كده الجمهوره واثق أن ده الراجل اللي ممكن يكون يلب طموحات كل الجماهير الأهلوية في الفترة اللي جاية المهندس خالد ده مرتاجي نشر أيضا من خلال حسابه الرسمي على تويتر صورته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد واجياني إنفنتينو هذه الصورة وهذا التكريم كان على هامش مباراة الأهل والريال في صالة الفي في آي بي في مركب مولاي عبدالله في الرباط وكتب المهندس خالد مهما تحدست فلن أستطيع أن أصف شعوري بالفخر إني أهلاوي الحمد لله على نعمة الأهلي كان لقاء مهم جدا على فكرة للمهندس خالد مرتاجي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في لقاءهم مع مسؤولي ريال مدريد خلال منافسات كأس العالم للأنداء وشايفين طبعا الدرع والإهداء والإهداء التسكير ما بين بعثة الأهلي وبعثة ريال مدريد يلا قورا يتكلم على الأرقام الإيجابية من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي خاد مباراته رقم 22 معززا رقمه كأكثر الفرق مشاركة في مباريات البطولة الأهلي تخطى برشلونة على فكرة يعني كسلس أكثر الفرق تسجيلا في البطولة عبر التاريخ برصيد 24 هدف الريال صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف مسجل 35 هدف يليه منتري المكسيكي 25 ثم الأهلي 24 هدف نسخة 22 في المغرب هي الأقصر تسجيلا للأهلي في مشاركاته لأنه سجل 7 أهداف في أربع مباريات لكن في نفس الوقت هذه النسخ هي أقصر النسخ اللي دخل فيها الأهلي أهداف كان 8 أهداف قبل مبارات الريال على فكرة كان الشناوي أكتر حراس الأهلي اللي قدر يحافظ على شباكه ونظيفه ولكن جات مبارات الريال وفلامينجو عشان تدينا رقم سلبي 8 أهداف في مباراتين يلا كورة ومصدر يكشف ليلا كورة موعد وصول بعثة الأهلي ورسالة كولر عاقب خسارة برونزية المنديال اتكلمنا وقلنا أن الفريق راح لمدة يومين هيرجع للتدريبات يوم اللاربة فكرة التدريب إن شاء الله هيكون يوم اللاربة على ملعب التيتش وكمان مرسل كوررقان الحريص أنه هو يوسل رسالة مهمة جدا للعبي عاقب نهاية البطولة وقال لهم في رسالة واضحة يجب أن لا تفكروا فيما حدث في مونديال الأندية وأن الدرس المستفاد من هذه البطولة عدم الوقوف في الأخطاء الغريبة اللي كلفت الأهلي خسارة الميدالية البرونزية ده كان كلام مهم جدا لمارسل كولر من خلال حسابي اللا كورة عقب ختام منافسات كأس العالم للأندية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل مع بعض باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وعشان وقتنا بيجري معاكم بسرعة نروح لتريند الأهلي ونستكمل مع بعض باقي الأخبار الوطن سبورتو بيقولوا الإصابات تطارد خمس لاعبين في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني أبرزهم الشناوي على زمة الوطن سبورت بيقولون الخماسي الشناوي محمد هانم يتولي قهربا علي معلولي يمكن الخماسي اشتكى من إجهاد عضلي شديد بعد انتهاء مباراة كأس العالم أكيد فيه إجهاد لمعظم اللعيبة ولكن هيبقى فيه بقى يعني استشفى وتدريبات استشفائية خلال الفترة اللي جاية فمين هيبقى أكيد انه مش موجود في مباراة الهلال حتى الآن هو خالد عبدالفتاح فقط لانه خد كارتة أحمر في مباراة فلمانجو وبالتالي هيغيب عن مباراة الهلال السوداني يعني هنقف شواء على موضوع الإصابات دا لسه اضمنا حوالي خمس أيام الفترة اللي جاية منهم كمان يومين ثلاثة راحة سلبية ولما الفريق يرجع يوم النربة هنبدأ نشوف جاهزية الفريق ويمكن القيمة الحمد لله بعد رحيل خمس لعيبة وقيد الصفقات الجديدة القيمة فيها أكثر من 32-33 لعب يقدر كولر يختار اللعيبة المناسبة كورا بلاس بيقول منح الفرصة لشادي حسين في هجوم الأهلي مرسل كولر المدير الفن الأهلي ينوي منح الفرصة لشادي حسين لقيادة الهجوم الفترة المقبلة في إطار بحثه عن طريقة لإيقاف إهدار الفرص قد يكون شادي حسين قد يكون الدفع بكريستو تغيير طريقة اللعب ممكن هنشوف حاجات كتير الفترة اللي جاي المصر الرياضي وده التصريح اللي قلته في بداية الحلقة كابتن سارد الحافيز الآن قبل مباراة الأهلي والهلال السعودي الآن من حاجتين من الإصابات ومن ضغط المباريات وعشان كده حتى الجهاز الفني تعامل مع فكرة العودة من السودان إن هيكون العودة من السودان على أسوان استعدادة لمواجهة الهلال الأسوان في الدوري بعد أقل من 72 ساعة من مباريات إفريقيا فالفترة اللي جاية صعبة جدا محتاجة الكل يتكاتف عشان نعدي الواحد وعشرين يوم المقبلين بشكل مهم جدا ضغط كبير وصعب جدا بسبب الجدول الغير موفق من إدارة المسابقات في ربطة الأندية طيب نروح بقى للترند العالمي وحساب البي بي سي سبورت بيتكلموا على محمد صلاح يمكن الترند العالمي حساب بي بي سي على تويتر بيقولوا إن من الممكن أن يرحل محمد صلاح عن الأنفلد قريبا يمكن فيه كلام كتير قوي بيتقال على بعض نجوم ليفربول خلال الفترة الحالية أبرزهم صلاح ولما البي بي سي تتكلم على أنه فيه إمكانية أن صلاح يرحل في نهاية المسلم يبقى ممكن يكون فيه معلومات مؤكدة في هذا الشهر طيب حساب اي بي ال وورلد بيأكد نفس الكلام ولكن الموضوع مش متعلق بصلاح فقط لا ده قد يكون ليفربول على استعداد لبيع نجوم الفريق بمن فيهم المهاجم محمد صلاح هذا الصيف أكيد الكلام هيكون رايح في سكة أن صلاح مرشح للانتقال يأما لنيوكاسل أو باريس سان جيرمان ننتظر شهرين ثلاثة ونعرف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاي طيب السؤالة رح نقف بداية الحلقة واللي سألنا لحضراتكم عايزين نعرف كيف استفاد الأهل فنياً من المشاركة في كاس العالم سعيد ده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك كابتن محمد والله الأهل استفاد في حاجات كتير جداً فنياً ومادياً وتحياتي للعيبة أمني بالتوفيق إن شاء الله في اللي جاي عشان اللي جاي أصعب آخر حاجة محمد شهين بيقول أكيد الأهل استفاد من كل الجوانب فنياً ومادياً وكل شيء والأهم من كل ده حصن إدارة المباريات من المدرب وتحياتي ليك معك محمد شهيني الأزهري من المينيا تحياتي ليك والجماهير فهمة إن في استفادة مادية أكيد طبعاً والاستفادة الفنية إزاي بقى تتغلب على بعض النقاط السلبية اللي حدست في مباريات كاس العالم عشان تقدر تاخد بها إيجابيات في الفترة اللي جاي في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غداً في حالة جديدة من برنامج الترين شكراً وإلى اللقاء